ثمانية أشخاص من الذين وقعوا وثيقة الاستقلال كانوا من المهاجرين موجات من المهاجرين قدموا من الشرق الأوسط ومن آسيا وأفريقيا وكالعديد منكم جاءوا هنا بحثا عن حلم قدم آخرون بحثا عن ملجأ كالناجين من الهوليكوست والهاربين من الاتحاد السوفيتي لاجئين من فيتنام، لاوس، كمبوديا، وعراقيين وأفغان هربوا من الحرب مكسيكيين وكوبيين وإيرانيين هربوا من ثورات مميتة وآخرين من الحرب الأهلية في السودان لا يمكن أن نقول بصوت أعلى إن المهاجرين أعادوا إحياء أمريكا السخرية الأكبر هي أن من خانوا هذه القيم كانوا أبناء مهاجرين لقد نسينا مع مرور الأجيال من أين جئنا علينا أن لا نكرر هذه الأخطاء أبدا نحن أمريكيون نقف إلى جانب بعضنا البعض تكمن أهمية المسألة ليس عندما تكون الأوضاع سهلة إنما عندما تكون صعبة